بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين واتتابعينهم بإحسانهم إلى يوم الدين أما بعد أيها السادة الأكارم أيها السيدة الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا مع الأيام العشر الأولى من شهد الحجة وما ينبغي أن نكون عليه فيها حتى نغتنمها ونعطيها حقها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر هذه العشر نشهد بأنواع من الأعمال الصالحة فيها وذكرنا من الأعمال الصالحة أداء الفرائض والواجبات ثم بعد ذلك الاشتهاد في النوافل والقربات ومن أكد النوافل التي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة الفعلية الصيام فقد كان يصم تسعة ذي الحجة ورأينا هذا في الحلقة السابقة كما رأينا أن المضحي الذي عزم على أن يضحي يمسك عن أخذ شيء من أضفاره أو شعره خلال هذه التسع الأيام الأولى من شهد الحجة وإن لم يكن هو الذي سيباشر عملية الذبح بيده لكن مادم هو الذي سيشهي الأضحية ليضحي عن نفسه وعن أهل بيته فيمسك عن أخذ شيء من أضفاره وشعره ثم من العبادات الجليلة التي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذه الأيام العشر الإكثار من ذكر الله عز وجل الإكثار من ذكر الله عز وجل الذكر أيها الأفاضل أيها الفضايات وأحب الكلام إلى الله وهو سبب النجاح في الدنيا والآخرة وهو سبب الفوز والفلاح قال تعالى واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون بالذكر يذكر العبد عند الله عز وجل ويصلي الله وملائكته عليه قال تعالى فاذكروني أذكركم وقال تعالى في حيث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملائن ذكرته في ملائن خير منهم الذكر هو من خير الأعمال وأزكاها روى التلمذي بن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله ذكر الله تعالى تقدم معنا أن هذه الأيام العشر الأولى هي الأيام المعلومات المذكورة في القرآن وقد أمرنا الله تعالى أن نذكره فيها فقال سبحانه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهمة العالم ثم جاء التوجيه النبوي الصريح المباشر بالإكثار من ذكر الله في هذه الأيام روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد فأكثروا فيهن أن تقول الحمد لله وكل الأذكار مشروعة في هذه الأيام العشر مباركة من الحجة طبعا يكثر المسلم منها قدرا ما يستطيع يكثر من الاستغفار من التسبيح من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على الأذكار المقيدة والمطلقة مثل أذكار الدخول والخروج اللباس الأكل الشرب الركوب الأذكار بعد الصلوات وهكذا يحرص الإنسان على هذه الأذكار وغيرها لكن هذه أذكار خاصة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها ينبغي الإكثار منها التي أشار إليها حين قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد أولا التهليل قلنا التهليل هو قول لا إله إلا الله وهذه شهادة الإسلام وعنوان التوحيد ومفتاح الجنة ولعل من مناسبة الإكثار منها في هذه العشر من الحجة أن هذه الأيام أيام حج والحج هو رمز التوحيد والتجرد لله رب العبيد ألا ترى معي الحجاج وهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هذا هو التوحيد إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك التوحيد والتهليل وردت نصوص كثيرة في فضله منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول من قال لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسناه ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حلزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا رجل عمل أكثره لاحظ قوله صلى الله عليه وسلم كانت له عدل عشر رقاب ممنع عدل عشر رقاب أي كأنه أعتق عشر رقاب من قبل كان العبيد وكان عتق العبيد يعني يعطى حريته العبد يعطى حريته كان هذا من القربات الجليلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج تصور الآن أنت كأنك أعتقت عشر رقاب لا رقبة واحدة عشر رقاب بهذا الذكر فيه تهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يأتمر كأنك أعتقت عشر رقاب تكتب لك مئة حسنة تبحى عنك مئة سيئة تكون حز من الشيطان من يومه ذلك حتى تمسي أيضا يقول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من الأذكار التي أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أكثر منها التكبير وهو قول الله أكبر التكبير إعلان وإقرار بأن الله تعالى أعظم وأكبر من كل شيء فهو وحده المستحق بهذا وبالتالي في التكبير دلالة على التوحيد الذي هو من أعظم مقاصد الحج كما سبق بل إن التكبير هذا يكاد يكون شعار هذه العشر مباركة عند الصحابة الكرام والسلف الصالحين هذا التكبير شعار هذه العشر البخاري رحمه الله يقول في صحيحه أن كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه ما يخرجان إلى السوق في الأيام العشر فيكبران فيكبر الناس لتكبيرهما ابن عمر يكبر بمنتك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فستاته ومجلسه ومجلسه ومجلساتك الأيام جميعا يروي البخاري أيضا يقول كان عمر أيضا أبوه يعني عمو الخطاب رضي الله عنه يقول كان عمر يكبر في قبته بمن فيسمع أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج من التكبير الله أكبر روى المروزي وعن ميمو بن مهران وهذا تابعيته في عام ميو سبع عشر يقول أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها سبحان الله هذا التكبير الشعار هذه الأيام يعني إنسان في الطريق يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر يكفي إنسان من التكبير والتكبير نوعان في هذه الأيام التكبير نوعان التكبير المطلق وهذا التكبير يبدأ من أول شهر الحجة ويستمر إلى آخر أيام التشريق يعني غير مقيد بوقت معايد أنت ذاهب في الطريق تكبر داخل تكبر خارج تكبر قائم تكبر جيس تكبر ليلا نهارا في جميع الأوقات وهناك تكبير مقيد يكون في أدبار الصلوات المفروضة يعني في آخر الصلوات المفروضة هذا التكبير يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود وابن عباس أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام من أي آخر أيام تشريق يعني من صلاة الصبح يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام تشريق وهي ثلاث أيام بعد عيد الأضحار إلى صلاة العصر يكبر الإنسان بعد الصلوات إذن هذا التكبير يكتمه الإنسان وصيغه حسب ما أراد الإنسان والأفضل أن يكون بما الشهر للصحابة الكرام ونضوان الله عليهم كانوا يقولون الشهر عنهم عن غير واحد منهم أنه كانوا يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولو إنسان فقط يكبرك إذا الله أكبر الله أكبر فحسن ثم التحميد التحميد وهو قول الحمد لله وتكرارها والحمد عبادة يؤديها المسلم أنه مطلقا سواء حدثت له نعمة أم لم تحدث لأن ربنا سبحانه له الكمال المطلق وهو المحمود على كل حال ويستحق مطلق الحمد سبحانه وهذه أيام عظيمة إدراك العبد لها نعمة عظمى تستوجب الحمد والشكر مثل ما يحمد الحديج ربهم بقولهم إن الحمد والنعمة لك والمرقل والتحميد يعني ورد حيث كثيرة في فضله وثوابه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض فنشهد في هذه الأذكار ويشهد الإنسان أن يواطئ قلبه لسان حال الذكر يعني أن لا نذكر الله ونحن غافلون مهم ذكر الله في كل الأحوال أفضل أفضل من الصمت والسكوت لكن درجة أعلى وأرقى أن يحضر القلب عند الذكر باللسان فيتواطئ القلب مع اللسان فنشهد في الذكر وكذلك استحب في هذه الأيام لإكثار من الدعاء اغتناماً لفضيلة هذه الأيام وطمعاً في تحقق الإجابة فيها فهذه الأيام وأيام الذكر تهليل، تسبيح، تكبير، تحميد وغيرها من الأذكار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته